موسيقى صباح الخير عليكم مشاهدينا اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم النص التاني بنسمي المرض الصامت بيتفاجئ به المريض بدون اي مقدمات وللأسف بقى منتشر بين الناس بجميع الاعمار ابتداء من دهون الكبد والحصوات المرارية الى التلايف وكل ده عايزين نفهمه النهاردة من الدكتور احمد هيني استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك ازاي حضرتك الحمد لله تمام دكتور عايزين نعرف ايه اسباب تلايف الكبد طبعا اسباب تلايف الكبد كتيرة جدا ومتعددة بتتراوح ما بين الفيروسات الكبدية زي الفيروس بيو سي زي دهون الكبد بعض الادوية وبعض الادوات المستخدمة زي الكحوليات مثلا الامراض المناعية للكبد كل ده ازباب كتير جدا لانتشار تلايف الكبد اشهر سبب على مستوى العالم زي ما حضرتك سمتيه وزي ما حضرتك قلتيه المرض الصامت هو دهون الكبد لان اكتر حاجة بتصيب الناس بسبب السمنة انتشار السمنة على مستوى العالم كله دلوقتي اكتر بكتير جدا من قبل كده انتشار مرض السكر عدم انتظام الدهون عدم انتظام الضغط كل ده بيؤدي في الاخر لدهون على الكبد والمريض ما بيحسش بيها خالص وبيفاجأ بعد فترة ان هي فيه اللي قدر الله تلايف على الكبد بسبب اكل غير صحي مثلا برضي؟ هي الاساس بتاعها السمنة السمنة طبعا ومن احد اسبابها هي اسباب الاكل الغير صحي عدم ممارسة رياضة لايف ستايل اختلف عن زمان كل دي اسباب في الاخر بتؤدي الى السمنة والسمنة تؤدي الى دهون الكبد التي تؤدي بعد كده الى ممكن الى تلايف لقدر الله طب عشان نعالج السمنة دي هنعمل عمليات تكميم وتخصيص وكده هل ده بيؤثر على الكبد؟ عمليات التخصيص بتؤثر على الكبد هي عمليات التخصيص زي التكميم وزي تحويل المصار لها تأثير على الكبد بتقلل الحمد لله من انتشار دهون الكبد بتقلل من الوزن بتقلل من حجم دهون البطن وده بيؤدي إلى انتظام دهون الكبد وارجوعها تاني بعد ما وصلنا مثلا لمراحل متقدمة من الاتهابات ممكن نرجع تاني بعد ما نعمل عمليات السمنة ولكن فيه برضو بعض الأضرار الأخرى اللي بتأثر على الكبد زي حصوات المرارة اللي بتكتر بعد عمليات السمنة تمام يا دكتور طيب ايه الأعراض اللي أول ما نحس بيها نلجأ في اللحظة دي لدكتور كبد طبعا هو أعراض الكبد في البداية ما بتبقاش أعراض سبيسيفك بتبقى أعراض كلها نانا سبيسيفك زي الإرهاق العام التعب على طول الوخم الأكل بيقى فيه مشاكل زي الارتجاع زي الانتفاخات زي الغازات كل دي في الآخر أعراض نانا سبيسيفك مش ليه علاقة بالكبد بس فاحنا أي حاجة من الأعراض دي ياريتنا توجه للطبيب ونبتدي نعمل فحوصات وتحاليل عشان نستبعد وجود دهون على الكبد أو نستبعد وجود مشاكل في الكبد طب ايه أحدث ما يتوصل ليه العلم من مناظير الكبد طبعا المناظير الجهاز الهضمي ده مجال واسع جدا دلوقتي ومجال كل يوم فيه تطور جديد دلوقتي دخول الارتفيش الانتليجنس أو الزكاء الاصطناعي في الأجهزة بتاعت المناظير دلوقتي بقى جميل جدا وهائل لاستخدامات كتير متعددة بيسهل جدا 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 من المنظر بتاع الجهاز الهضمي بيزود من كفاقته بيقضي على العوامل الإنسانية اللي موجودة فمن أحدث الحاجات اللي حصل اللي وصلنا لها دلوقتي هو وجود الزكاء الاصطناعي دمن مناظير الجهاز الهضمي دلوقتي زي الأشعة التدخلية كده برضو حضرتك؟ زي الأشعة التدخلية وزي الروبوتيك سيرجري وزي الحاجات دي احنا برضو وصلنا للمرحلة متقدمة جدا فيها في مناظير الجهاز الهضمي طيب كنا نسأل حضرتك عن هل أكل الشارع بيسبب جرسومة المعدة؟ طبعا 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 ده من أكتر الأسباب اللي بتؤدي لانتشار جرسومة المعدة هي أكل الشارع هي جرسومة المعدة أصلا حتى كمان منتشرة جدا ما بين الناس في مصر لدرجة أنها وصلت آخر إحصائيات لها أنها موجودة عند 80% من الناس يعني من كل عشر احنا بنعرفهم فيه تمانية عندهم جرسومة المعدة نسبة كبيرة قوية نسبة كبيرة جدا وبتؤدي ناس فيهم بتؤدي المشاكل وناس تانية بيبعد عليهم الموضوع بدون أعراض وبدون مشاكل طبعا جرسومة المعدة مشكلها الكبيرة أن هي بتؤدي للتهابات بتؤدي إلى قرح في المعدة وبعد فترات طويلة من الإصابة بيها بعد الشر يعني على الناس كلها ممكن تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة يا سيطر الله محفظنا طبعا نعرف حضرتك ارتجاع المريء إيه أسبابه وأعراضه وعلاجه؟ ارتجاع المريء زاد جدا 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 انتشاره في الفترة الأخيرة ديت بسبب حاجة أساسية جدا تغيير اللايب ستايل بتاعنا أن احنا كنا زمان كانت الناس بتتجمع وبتاكل على الغداء في العصرية وبتاكل تاني في العشاء وبتاكل كذا وجبة على مدار اليوم دلوقتي اللايب ستايل بتاع الحياة والتغيير اللي حصل في الحياة والسرعة بين الناس بتشتغل طول النهار وبتروح البيت تاكل وجبة واحدة بالليل ده من أكتر الأسباب اللي بتؤدي لارتجاع المريء زائد ان اصلا بيبقى فيه مشكلة عند المريض نفسه في ضعفه في العضلات الصمام الفؤادي اللي هو الصمام اللي بيوصل ما بين المعدة والمرئ الصمام ده أساسه بيبقى ليه هدف ان هو بيخلي الأكل ينزل في اتجاه واحد في اتجاه المعدة مش وما يرجعش الفوق تاني الصمام ده لو حصل فيه بعد التلف الصمام ده لو حصل فيه بعد الضعف بيحصل ان الأكل ممكن والحامض بتاع المعدة يبتدي يرجع تاني من المعدة ليلة إلى المريء طب ايه طرق الوقاية من امراض الجهاز الهضمون احنا طبعا فيه حاجات كتير قوي ممكن ناخد بالنا منها اولا ان احنا الابتعاد قدر المستطاع عن الاكل بتاع الشارع دي حاجة مهمة جدا اكيد طريقة الاكل نفسها تبقى صحية شوية طريقة الاكل تبقى مسلوقة او مشوية او نايف نايف طب السل البلدي صحية ولا لأ صحية في حاجات وضرة في حاجات يعني صحية على الجهاز الهضمون لكنها ضرة في الموضوع الكوليسترول والدهون وضرة على الكبد اللي ممكن يؤدي بعد كده لدهون على الكبد لكن مش بطريقة مباشرة طب الحلويات بردو نفس الكلام بردو ونسبة السكريات العالية خصوصنا هي سكر صناعي مش سكر طبيعي خلاص بردو دي بتؤدي بردو ممكن لدهون الكبد بس هو دايما احنا مش بقول الناس بنعوا الحلويات او بنعوا الحاجات دي الافراط دايما في اي حاجة هو اللي بيعمل المشاكل يعني اللي شخص اللي بيأكل حلوات بصفة مستمر الشخص اللي بيأكل حلوات كتير طبعا هيؤدي به الارتفاع نسبة السكر بالدم اللي بتؤدي بعد كده إلى الإصابة بمرض السكر اللي يمكن يؤدي بكل سهولة للترباط في الجهاز الهضمي ولدهون الكبت طب إيه الأطعامة بقى اللي نقول لهم يأكلوها إحنا ناكل كل حاجة خلقها ربنا بسرطة طبيعية يعني الخضار والفاكهة ده مهم جدا بالنسبة لنا ناس أهملت الخضار والفاكهة جدا الأكل زي ما اتفقنا بيتعمل بطرق صحية زي المسلوقة أو المشوية ما نزودش في البهارات الكتير ما نزودش في السمنة ما نزودش في المقلي كتير ده غلط برضو دايما كمان مهم جدا موضوع اللي احنا ناكل وجبات صغيرة متتالية على مدار اليوم ده مهم جدا اتباعا لتعليمات دينا أصلا دينا الإسلام بيقول ان انت لازم تاكل على ثلاث مراحل وتشرب على ثلاث مراحل وتخلي تلت الهواء وتلت للماء وتلت للأكل احنا عايزين نطبق الكلام ده وادفع حياتنا اليومية ان انت لما تيجي تاكل ما تاكلش الحد الشبع ما تاكلش الحد اللي انتلاق دايما تاكل وجبات صغيرة متتالية ده مهم جدا طب نقص فيتامين دال ده منتشر جدا نعمل ايه؟ نتعلم معه ازاي؟ هو نقص فيتامين دال اولا لازم نعرفه عن طريق التحليل دي الحاجة الحاجة التانية بعد ما بنكتشف التحليل دوت وبنشوف النقص اللي موجود نسبة النقص دي بتقول ان احنا نقدر نعوض ازاي فيه عيانين بيحتاجوا ان احنا نعوض عن طريق الحقن والحقن وفيه عيانين تانيين بنحتاج ان احنا نعوض مجرد عن طريق الادوية الاقراس وفيه عيانين تانيين ممكن نعوض عن طريق الاكلات بس بس بصفة عامة احنا نهتم بالاكلات اللي فيها فيتامين دال نهتم بالرياضة نهتم بالكالسيوم اشعة الشمس اشعة الشمس التعرض لأشعة الشمس مهم جدا الرياضة بصفة عامة مهمة جدا برضو معانا الوجبات الصحية زي الجبن زي البيض زي الأسماك زي الفراخ كل الحاجات دي فيها فيتامين دا بنسبة كبيرة جدا ومهمة جدا بالنسبة لها طب نصائح حضرتك للمحافظة على الكبد حاجات كتير جدا طبعا أولا نحن هنقول بنسبة للوقاية من الفيروسات الكبدية خلاص فهنقول متى تتشاركش أشياءك مع حاجات أشياءك الخاصة زي مكنة الحلاقة مبرد الضوافر المقص الحاجات دي أدوات شخصية فرشة السنان محدش يتشاركها مع أحد تاني دي حاجة مهمة قوي نحافظ على الكبد من الدهون المريض اللي عنده سكر أو ضغط أو مشاكل في الدهون أصلا دا لازم يتابع مع دكتور كبد لازم يحافظ على سكر منضبط بالدم لازم يحافظ على ضغطه كويس يحافظ على الكوليسترول بتاعه كويس الناس اللي بتعاني من السمنة نقول لهم مارسوا رياضة بصفة منتظمة حاول تنزل في الوزن شوية اتمشى اتمشى يوميا مهم جدا ممارسة الرياضة بصفة منتظمة الاكثار من الخضروات والفواكه مهم جدا نبعد عن الحاجات زي ما اتفقنا المقلية أو المسبكة في الأكل دا مهمة قوي برد أكيد يا دكتور طيب حضرتك عايزين نعرف منك نصيحة لكل هي ازاي تحافظ على الجهاز الهضمي ليها ولولادها بأكل صحيح هي مهمة جدا في حياتنا وهي دي حياتنا كلها هي أمنا واختنا ومرطنا وكل وبنتي وكل حاجة فأنا نصحك دايما انك تخلي بالك من بيتك تخلي بالك من الأكل بتاعك تعملي أكلك بطريقة صحية مسلوقة أو مشوية أو نايف نايف تبخي للأطفال وتبخي لنفسك كتير حاجات فيها خضار وفاكها كتير دا مهم جدا حاولي دايما تأكل بوجبات صغيرة كل شوية بلاش تأكل بوجبه واحدة بس في اليوم بتعدي عن أكل الشارع على قد ما تقدري وخلي أكلك معظم وأكل بيت أكل صحي دا حاجة مهمة جدا الانتظام هي وانتظام شكرا بنشكر دكتور أحمد هاني استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير والكبد وبنشكركم مشاهدينا فاصل كثير ونرجع لكم تاني أهلا بيكم مشاهدينا بعد الفاصل الكتب مفتاح كل شر والكتب شخص خين خان نفسه وخان ما نوثق فيه والكتب أول صفة من صفات المنافقين وأقصر الطرق للنار والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يجذب لكن للأسف فيه ناس بتشوف الكتب شطارة زكاء وإن التملك وسيلة لغاية ومع تكرار الكتب بيتحول العادة للأسف وبيجذب بسبب وبدون سبب لحد ما يكتشف ساعتها إنه دمر علاقته بالشخص اللي اكتشفه وبالشك بتنتهي صلاحية شخص كان أمانك وثقتك في يوم من الأيام يسعدنا أن يكون معينا النهاردة الشيخ المحترم محمود سرور ويقول لنا أهلا بحضرتك صباح الخير أهلا وسلم وحضرتك أهلا وسلم حضركم طيبين وسعيد جدا جدا بتواجده بين حضرتكم اليوم إن شاء الله إحنا أسعد حضرتك مين هم المنافقين الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب صل على النبي محمدي يا رب صل على النبي محمدي ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم من فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان من الندى ما حام حول حما حرامك مسلم وبعد الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وجعلنا الحق سبحانه وتعالى نرتقي من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ارتقينا من الإسلام إلى الإيمان ونسأل الله أن يجعلنا نرتقي إلى درجة الإحسان فالله سبحانه وتعالى شرفنا بهذه المنازل ثم نجد أناس يبدون لنا ما يخفوه في صدورهم هم المنافقين أعوذ بالله المنافقين الذين حدثنا عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمنا خان الكذب بداية النفاق أول سفة في النفاق هو المنافق كله كذب وخداع لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كل همهم الأكبر وشغلهم الشاغل يراؤون الناس خداع كذب يظهر ما لا يكون في بطنيته ولا في نفسه هو يبدأ أمر للناس ويخفي في صدره أمر آخر تماما هذا هو المنافق أعوذ بالله طب أيكذب المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على ذلك المؤمن لا يكذب أبدا لما سئل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآية الله وأولئك هم الكاذبون فالله سبحانه وتعالى قال بأن المؤمن لا يكذب إنما الذي يفتر الكذب هو الكذاب الذي لا يؤمن بآية الله فالمؤمن لا يكذب على الإطلاق لأنه ارتقى من الإسلام إلى الإيمان ومن كان في قلبه الإيمان فهو لا يكذب لأنه أشرب من نبراس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبة النبي ومن نهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكذب أبدا طب إزاي حضرتك نعرف الشخص الصادق متكذب؟ والله هذه المسألة تعود إلى أصل الإنسان وطبع الإنسان الإنسان في أصله وطبعه إن كان يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم يتزوق ويستشعر بقلبه من الصادق ومن الكذب شفافية شفافية في بداية الأمر والله سبحانه وتعالى حدثنا في القرآن يعني أنت ربنا قال إنه ممكن تعرف الكذب بسمته بشخصه ممكن تشوف صورته تعرف إنه كذب والله سبحانه وتعالى قال ولا تعرف إنهم في لحن القول سبحان الله حاليا أصدروا وسائل حديثة موجات صوتية تكشف لنا الكذب فربنا عز وجل أخبرنا بده قبل ما الحاجات دي تصنع ولا الحاجات دي تصدر فربنا بيقول هتعرفهم في لحن القول هتلاقي إن الإنسان هو بيتكلم هتعرف هل هو صادق أم كذب أكيد طب رأي الدين إيه في اللي بيكذب بإنه هو بيعشم بنتي بالجواز لغرض معين أها يعني هذا الأمر أمر خطير جدا أكيد إن الشباب وأصبح الأمر ده يعود إلى الدين وإلى التدين الحقيقي في بداية الأمر إحنا النهاردة يؤسفني إن بيوتنا بيوت المسلمين أصبحت خالية من الاحتضان ومن الحب من احتضان الوالد إلى ابنته فالبنت لما بتلاقيش احتضان من الوالد بتبحث عن الاحتضان دوت خارج البيت بتبدأ تبحث عنه هذا الطريق خطأ الشاب ينتهز هذه الفرصة وكأنه لس ذئب جالس هو منتظر الفرصة دي فلما تجيل الفرصة دي إن هو يعشمها بالزواج ده وعد هو بيوعدها طيب الوعد ده هل هو عقد زواج؟ هو مش عقد زواج خالص هو وعد والوعد دوت إن أخلفه لا شيء عليه ولكن يلزمه التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أمر خطأ يجب أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر لا يوجد شيء اسمه وعد بالزواج إلا الخطبة عندنا خطبة الإنسان يخطب أو إن هو متزوج أو إن هو أرمل أو مطلق بخلاف ذلك لا نعترف به في الإسلام أكيد للأسف الفترة دي فضلتك فيه لجان إلكترونية على السوشيال ميديا بتقرر إن هي تشوه صورة شخص أو فئة أو بلد معينة بنشر أكاذيب وافتراءات والناس بتصدق يعني نعمل إيه؟ يعني هذا الأمر أصبح حقيقة شائع أولا ليس كل ما نقرأه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصدق أكيد لا بد أن نبحث ونمحص النظر مرة أو مرتين يعني لازم ننظر كذا بداية هل هذا الأمر موسوق به؟ من الذي يتحدث به؟ هذا الشخص الذي نغتاب أو نتحدث في عرضه أو نتحدث عنه بما لا يرضي لا سبحانه وتعالى هو خصيمنا بين يدي الله عز وجل فنحن يعني لا نغتاب صح يعني الأمر هذا جلل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربى سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربى التحدث في عرض المسلم إن أنا أتكلم في عرض أخي المسلم وأجيب سرت بما لا يرضي الله عز وجل كمن أكل لحم أخيه ميتا فكريهتموه ميتا فكريهتموه أيحب وحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريهتموه لا طبعا محدش فينا يرضى إن هو يتكلم لذلك إحنا لازم نتثبت من الحقائق لازم نبص هل الأمر ده حقيقي ولا مش حقيقي لذلك الله سبحانه وتعالى هيسأل كل واحد هو قال كده ليه وقال كده علشان إيه فعلشان كده ما نمشيش وراء الإشاعات ما نمشيش وراء المنافقين المدلثين اللي هما بيجذبوا على الناس علشان يطلعوا بمصالح شخصية ده ربنا عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى قال ليسأل الصادقين عن صدقهم ربنا عز وجل هيسأل الصادقين عن صدقهم الإمام بن المنكدر عليها رحمة الله لما كان يقرأ هذه الآية كان يبكي بكاء مريرة ويقول ليسأل الصادقين عن صدقهم فما بال الكذبين من أمثالنا عاوزوا بالله إحنا هنعمل إيه الله سبحانه وتعالى قال هذا يوم قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة هو اليوم دل إيه هينفع الصادقين صدقهم والله سبحانه وتعالى قال ليجزي الله الصادقين عن صدقهم طب حضرتك ايه الفرق بين الكذب والمجاملة او كلمة طيبة هناك فرق كبير جدا ما بين ان اكون كذبا وان اقول كلمة طيبة الكذب هو ان اقول الكلام مخالفة للحقيقة انا بقول كلام مش صادق كلام انا بقوله مش جوايا الحقيقة بتاعته الحقيقة بتاعته جوايا ولكن انا بطلع كلام خلاف ده خالص دي علشان مصلحة شخصية انا عاوز امر فانا بكذب وبجمل موضوع كذا علشان اطلع بنتيجة شخصية فردية لا اكتر ولا اقل اما المجاملة بدون زيادة ولا تعدي فيها امر مباح ان انا اقول كلام بنية جبر الخاطر اقول كلام بصنعة يعني لو اكل وحش وحد سأل وقلنا لا جميلة الحمد لله هل ده كدب ولا مجاملة بجبر الخاطر ان انا ما اقولش كلام زي كده القيه للناس كحجارة على قلوبهم لا لا انما اقول الكلام بلا زيادة ان انا عارف الكلام الصح فانا مش عاوز ان انا اجرى حد قدامي فبقاءا للود ده ان انا هجامله بكلمتين حلوين علشان اجبر بخطره فأيوم ربنا عز وجل يجبر بخطره طب بنشوف ناس يبقى لسه في الطريق كده ويقول للشخص انا وصلت او يبقى في البيت ويقول انا وصلت يعني هل ده كدب بيضة ولا ده حقيقة اللي ضحك بي علينا اني قالو لنا ان فيه كدب بيضة وكدب سودة وكدب خضراء ما فيش في الاسلام اي نوع لانواع الكاتب الا ان الكاتب كله درجة واحدة اني شخص يكلمني انت فين اقوله انا في الطريق وانا لسه قاعد في البيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة ان تحدث اخاك حديث كذب انت تكذب عليه فيه وهو لك به صادق اني هو يسألني انت فين اقوله انا داخل عليك والله العظيم انا داخل عليك وانا لسه قاعد في البيت هو مسدقني ان انا داخل عليه بس انا كذاب بس هو مسدق دي خيانة كبيرة اوي خيانة عظيمة اوي كما قال صلى الله عليه وسلم طب ايه انواع كذب الكذب في القرآن له انواع كثيرة الكذب ذكر في القرآن اكثر من 282 مرة له أنواع كثيرة بخلاف أن الصدق ذكر في الكرآن 130 مرة على كده كذبين كتار قوي يعني أسأل الله أن يعافينا جميعا لذلك الله سبحانه وتعالى أعد للصديقين منزلة جبيرة جدا وأعد للصديقين فوز عظيم جدا ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى للكذاب في جهنم والعياذ بالله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار علشان سبب النفاق والكذب بتاعهم ممكن يخرب بلدان ممكن يخرب دول إن الكذب ينتقل من شخص لشخص وبعد كده بيبدأ أن هو يجمل موضوع علشان يباني أن هو كويس قدام الناس قدام نظرة مجتمعية نظيفة فيبدأ أن هو يجذب على 2 و 3 يبدأ أن هو يجبر بعد كده ويجذب على مجتمع ومجتمع يجبر بعد كده الكذب علشان يخش على دولة ودولة ممكن يوقع ما بين دولتين بكذب يعني هو بدأ بشخص ووصل لدولة طبعا الكذب بياتي تدرجان وحدة وحدة لما الأمر عنده مستساغ وكأنه في حياته الطبيعي ويزل المرء يجذب ويجذب حتى يكتب عند الله كذبه طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرص صدق حتى يكتب عند الله صديقة لربنا الصديقة يعني سيدنا نبي بيقول صديقة مش الصادق لأن الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عوزنا نتصف بصفات لا يتصف بها إلا الأنبياء ولذلك سيدنا النبي اللهم صلى عليه لما عرف قدر الصدق وصدقين دهى ربنا عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة لذلك لما نبص للكذب في القرآن هتلاقي حضرتك إن الكذب من أمراض القلوب والأمراض اللي ملت الأبدان وملت الأجساد عندما ابتعدنا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يقول أمن بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين أمنوا يبدأ الخداع والكذب يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض هذا أول أمر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون العذاب يأتي بما؟ بالكذب بالخداع لذلك لما جاء رجل إلى سيدنا الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه قال يا إمام جئت أشكو إليك من مرض يسمى مرض البعد عن الله أمراض ملت القلوب وملت الأجساد وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا قال له بسيطة قال يا هذا عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وضعه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحقد والطمع تشفى من مرضك بإذن الله اللهم أمين إزاي نعلم الأطفال الصغيرين الصدق وإن هما يبتعدوا عن الكذب هذا نعلمهم عندما ننشئهم منذ نشأتهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت دائما أسمع مقولة جميلة جدا عودوا إلى محمدكم تعود إليكم أمتكم الأطفال الصغار هؤلاء هم عصب الأمة بعد سنين ثم هم قادة الأمة بعد سنوات لذلك لما ننشئهم تنشئة سليمة تنشئة صحيحة من الصغر أكيد في الكبر هيكونوا حدا كويسة جدا أكيد هل ممكن الرجل يكذب؟ حقيقة الرجل لا يكذب أما الذكر ممكن يكذب عادي لأن ربنا عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا ضاع عليه يبا الرجل الذي توافرت فيه صفات ومقاومات الرجولة هو لا يكذب أبدا الرجل ما يخفش من زكته ويكذب عليها هو ممكن يجملها بكلام لطيف علشان يكسب الود اللي ما بينه وبين بعض أما إن هو يكذب عليها لا يكذب الرجل لا يكذب على رئيسه في العمل ولا يكذب حتى على نجله وطفله الصغير في البيت لأن الرجول صفات بخلاف الزكورة تغير فيسيولوجي ما بين الزكر والأنسة معلوم أما إن أول على من الرجل الرجل اللي ما يكذبش زي ما ربنا عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لذلك لما سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا إمام صف لنا الرجال قال ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دينه وإيمانا في يقيني وحزما في ليني وطلبا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل يمسي وهمه الشكر يصبح وهمه الذكر قليل أمل سهل أمر في الرخاء شكور في البلاء صبور لا ينابز بالألقاب ولا يضار بالجار ولا يشمت في المصائب إذا صمت ما يجزبش لا يهمه صمته انضحك لا يعلو صوته نفسه منه في عناء الناس منه في راحة هنلاقي المواصفات دي كلها في الرجال يؤدون الصلوات إنهم رواد المساجد بين كل راكع وساجد يو براجل ما يجزبش أكيد بنشكر فضلتك فضيلة الشيخ محمود سرور تشرفنا بوجود حضرتك معنا نهاردة أشرفكم الله وأعلى قدركم أشكرك بشكركم مشاهدينا وتواصلوا معنا من خلال صفحة البرنامج الصفحة الرسمية لبرنامج النص التاني على قناة هي بشكركم مشاهدينا وشوفكم على خير في حلقة جديدة إن شاء الله شكرا